على ذكر بقى لسان المزمار والأحبال الصوتية ناخد فكرة سريع عن تشريح الحنجرة بتتكون من ايه وفين الأماكن فيها اللي ممكن تمرض الحنجرة هي الجزء من آخر اللسان للقصبة الهوائية والصدر يعني هي أنبوبة وظيفتها الأولى مش الكلام وظيفتها الأولى مجرى هوائي إنها تدخل الهواء للصدر وتمنع دخول أي جسم غريب أو شرب أو أكل أو لعاب إنه يدخل في الجهاز التنفسي لو شرقت في نقطة مياه هتقعد تكحه وتتعد لو حاجة دخلت الرئة تبقى مشكلة ففيه زي سمام أو فالف يمنع دخول أي حاجة غير الهواء دي الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية هي إخراج الصوت الأقل أهمية طبعا التانية دي تتعلق بالحياة إخراج الصوت من الأحبال الصوتية فهي الحنجرة عموما بتتقسم للجزء اللي فيه الأحبال الصوتية الجزء الثاني ما فوق الأحبال الصوتية والجزء الثالث ما تحت الأحبال الصوتية حلو وإيه بقى الغضاريف دي اللي يتفحة آدم ما هي غضاريف كذا غضروف مرتبطين برشاء ومرتبطين بعضلط لأن الغضاريف دي بتتحرك عشان كده ممكن أطلع صوت تخين زي السلم الموسيقى زي دوريميفة فيه أصوات تخينة وأصوات رفايعة يعني آه غير آه غير صوت رفايعة فالحبال دي لما بتتشد كده بتدي صوت رفايعة لما بترتخي كده بتدي صوت تخينة عزف على الأوطار بأثر الوطار أو تطوله بالضبط بتأثر اللي بتطوله تشده أو تشد فيديك نوعية صوت مختلفة يديك تون تون أنا أعرف برضو أن فيه أعصاب مهمة جدا طبعا ونتذكر القصة الشهيرة بتاعتهم كل سومة اللي يرحمها لما خافت من عملية الدراقية لأن احتمال يتصاب عصب معين مهم جدا للحنجرة لأن الأعصاب العضلات اللي بتحرك الأحبال الصوتية دي بيحركها أعصاب الأعصاب دي في الرعبة فتحت الغدة الدراقية فلما تيجي تعمل أي حاجة في الغدة الدراقية أو أي أمراض تصيب الغدة الدراقية قد تؤثر على أعصاب الحنجرة قد تغير الصوت فمين بقى اللي حيمد إيده يعمل عملية لم كل سوم ولو تغير صوتها دي كانت تبقى مصيبة لا طبعا ده غير مقبول أساسا يعني طبعا